عليكم السلامة أحبتي أهلا وسلم بكم في برنامجكم لحظات قرآنية هذه الحلقة رقم 1277 ونحن في الحلقة الأخيرة من تدبر سورة محمد يعني في الآيات الأخيرة في قوله جل وعلا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لاعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمه فيحفكم تبخلوا ويخرجوا أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صرق الله العظيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أنا سؤلت في هذا ويقول أنت كافة أقول إن الإسلام هو دين السلام وربنا بقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إزاي شوف خلي بالك أولا هي تشرعات القتال هي تشرعات بتكون على حسب الظروف بمعنى يعني إذا كنت فئة مستضعفة فتتحملوا تصبروا تهاجروا إذا هاجرت روحت في مكان وكما حدث بالنسبة للنبي والمهاجرين معه تعرضوا لهجومات من قريش ولم يكن لهم الأمر بالقتال قد جاء فكان جاء لهم الكف كفوا أيدياكم وقيموا الصلاة ومن بعد ذلك يعني جاء لهم أيضا الأمر بالاستعداد بالقتال وعدوا لهم استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني استعداد القوة لردع الذي يفكر في الاعتداء يعني هو أن الدولة الإسلامية دولة يعني كتبت هذا من حوالي 3-4 أيام الدولة الإسلامية دولة قوية مسالمة لأن لو كانت دولة مسالمة وضعيفة فإن ضعفها سيشجع المعتدية على أن يعتدي فحين تكون قوية ومسالمة فيتحقن دمها وتحقن دم الآخر بحكاية الرادة وده ترهبون هنا بمعنى الرادة مش الإرهاب بالمفهوم بتاعنا المهم تورد بقى بتشريعات الإسلام في موضوع القتال الدفاعي وهنا بقى القصة موضوع جديد فلا تهن وتدعو للسلم وأنتم الأعلى يعني أنت تكون قوي تكون قوي ولكن فيك ضعف نفسي يعني بحيث أن أنت تسالم عدوا يريد أن ينقضى عليك فربنا أقول له لا يعني فلا تهنوا لأنها ديت يعني ترضوا بالإهانة وتدعو إلى السلم مع الذي يهينكم وبعدين لا وأنتم الأعلى بس والله معكم يعني ربنا صفحة سبحانه وتعالى معكم طالما أنتم يعني فيكم القوة النفسية ولينصرنا الله من ينصره ففيكم القوة النفسية وفيكم القوة العسكرية فلا مجال إطلاقا لأن تهنوا وأن تدعو إلى السلم مع عدو يريد أن ينقضى عليك فالمختصر قد تكون الدولة قوية ماديا ولكن فيها ضعفا ووهنا وليست فيها قوة نفسية أو يسموها بالروح المعنوية بل رضا بالهوان ينتج عنه دعوة لمسالمة العدو المعتدي أو المتحفز للعدوان فطالما أنتم الأقوى والأعلى باستعدادكم فاجب أن تتوكلوا على الله وسكون الله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم يعني لن ينقصكم من أعمالكم شيئا هنا طالما أنت تستعد أن تكون مستعدا للدفاع للقتال الدفاعي هذا عمل صالح أنت لا تستعد لتعتدي وإنما لترد عدوانا إذا جاء فبالتالي باستعدادك هذا أنت تكون قد عملت عملا صالحا تثاب عليه ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم الله جل وعلا شيئا من أعمالكم هذه ومن كل الأعمال بعد كده إنما الحياة الدنيا لعب ولهون وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرجوا أضغنكم يعني إنما الحياة الدنيا لعب ولهون شوف خلي بالك الدنيا عموما ربنا وصفها في سورة العنكبوت قالوا وما الحياة الدنيا إلا لهون ولعب وفي سورة الأنعام وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب لهب ولعب ولعب ولهب لاتنين بمعنى واحد لأنه هو اللعب هو لهب ولهب هو لعب فالذي يريد الدنيا ينغمس ويستغرق في لهوها وفي لعبها وده يعني ده اللي هو موجود دلوقتي يعني شوف خلي بالك المضحك إيه إن في أمور الله واللعب الناس يخذوها جد 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 يعني شوفوا مبارات الكرة شوفوا مبارات الملاكمة شوفوا الأفلام الناس بتاخدها سيريسلي يعني بخطورة وليه لأن التخصو دي لهم لهوا ولعب لكن في أمور الدين اللي هو مفروض أنه هو سيكونوا جديا لا يحولوا إلى لهب ولعب يعني يحولوا إلى أغاني ويحولوا القرآن الكريم إلى تلاوة الشيخ فلان والشيخ علان والذكر إلى رقص إلى آخر هذا يعني حاجة شو شو اللي هو الشيطان بيلعب بالناس أهو خاصة المحمديين طيب نخش على الدين الأرضي دين لهو ولعب شوف خلي بالك يقول سبحانه تعالى في سورة لقمان الآية السليسة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا ولكن لهم عذاب مهين شوف احنا عندنا أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث اللي هو في أي حديث بعد الله وآيتي يؤمنون الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية يعني ده أحسن الحديث أي كلام في الدين أي حديث في الدين ربول ما يسميه لهو الحديث ليه لأنه بيلهي الناس عن أحسن الحديث وبرضو يعني بص كده في إحوالي المحمديين لما وإذا ذكر الله وحده واش مأزد قلوبه الذين يأبونون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا مستبشرون لما واحد يقف لك على المنبر وقالك وقال الله ولا حدي واخد باله لو كنا نقول لك وقال رسول الله يقول لك صلى الله عليه وسلم يا أولاد الذين كفروا بقى ربنا يعني ما لكم لا ترجون لله وقار يعني ربنا إنه مأمور أن نسبحه في كل وقت والتسبح ده فريضة حين يذكر اسم الله لا نهتم وحين يذكر حديث من لهو الحديث نزع نهيصون طيب ومن ناس من يشتري خلبي الكلمة ومن الناس دي يعني يعني حيث يوجد ناس فمن الناس يعني دي ظاهرة موجودة في أي مجتمع ومجتمع هو عبارة عن مجموعات من الناس طيب من يشتري لهو الحديث خلي بالك البخاري يقول لي في كم نسخة بتنبع ونس بتشتري منها كام من يشتري لهو الحديث ومن بيأخذ هذا الكلام ليضلوا عن سبيل الله جل وعلا يعني الباطل بتاعهم يحاولون أن يعني يغط به عن الحديث الإلهي اللي ربونا سبحانه وتعالى أنزله وكده بهم بقى يعني يصدون عن سبيل الله وفي سورة الأعراف ربونا سبحانه وتعالى يقول في الآية 51 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب قبلنا كله في موضوع أن الدين لهو ولعب وده الذي يحدث الدين بتاعهم هو عبارة عن لعب لهو صخرية إلى آخره وغرتهم الحياة الدنيا اللي هي أصلا لهو ولعب وفقل لأبونا سبحانه وتقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون داخل بلك هذا الكلام يعني جاء في سورة الأعراف عن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب وفي الآخر يدخلون النار فربونا يقول فلوما ننساهم يعني ننساهم من رحمتنا سبحانه وتعالى ربي جل وعلا لا يضل ولا ينسى لكن النسان هنا بمعنى أنه يحرم من رحمة الله شوف خلي بالك خلي بالك ربونا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة فاذكروني أذكركم إذا تكرت ربك طبعا في القرآن وحده وكما جاء في سورة الإسراء فربونا يذكرك وذكر الله لك أعظم شيء في الآخرة يعني حين تدخل في رحمته وفي جنته أو حين يدخلك في رحمته وفي جنته فيعني وغرتهم الحياة الدنيا فلوما ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا الذي ينسى لقاء الله اللي هو مين اللي هو اللي ينغمسه في الدنيا وكل الشيء في الدنيا هو ده حياته وينسى أنه سيأتي لقاء الله جل وعلا وبرزوا لله الواحد القهار ينسى هذا اللهم حين تتذكر هذا المؤمن لو يرجو لقاء ربه هو الذي يعمل عملا صالحا قل إنما أنا بشر مثلكم ويوحى إلي إنما إلهكم إلههم واحد فمن كان يرجو يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعمالة ربي أحد التاني بقى الذي لا يرجو لقاء الله إنه هو ناسي شوفها لبالك زي الامتحان ما هو الامتحان الأكبر هو يوم القيام ما هو يوم الحساب ففي طالب بيتذكر الامتحان وبيذكر كويس وبيرجو بقى عايز الامتحان يجي أنا كنت كده يعني كان عندي بقاعد أنتظر بيوم الامتحان لأني لمستعد فيه واحد تاني بقى يعمل بخش السينما ويخش مش عارف إيه وبتاع فهو الموضوع مش في دماغ فإذا ده في نهاية أنه يرسم وقال الذين لا يرجونا لقاءنا ربنا سبحانه يقول وقالبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة يعني كل الأعمال التي بتعطيتهم من صالحة راحت في ستين دهية أحبطت طيب في سورة التوبة عن المنافقين ولئن سألتهم لا يقول لنا إنما كنا نخوض ونلحب يعني كان برضو يخوضون فئة الله ويتلاعبون بها ربونا سبحانه وتعالى قل أبي الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ده في سورة التوبة خمسة وستين وستة وستين ترشوف خلي بالك ربونا سبحانه وتعالى يقول يتوعد مقدما يقول فويل للمكذبين المكذبين بإيه بالبخاري ولا مكذبين بآيات الله المكذبين بكلام الله جل وعلا بأحاديثه جل وعلا في سورة الطور الآية 12 الآية 11 فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يعني يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى وتلعبون شوف الحفلات التي تقام على الإنشاد الديني والحفلات التي تقام على قراءة القرآن مش قراءة القرآن التغني بالقرآن الكريم فنحن الآن أيها الناس نحن الآن أيها الناس في مرحلة اقتراب الساعة يعني اقتربت الساعة ربنا قال كده في أول سورة القمر وفي آية الثانية الثانية من سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم شوف اقترب فكروا في الموضوع اقترب للناس حسابهم طب وعدين حالهم إيه وهم في غفلة معرضون ما يتيب من ذكر من ربهم محلث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلوبهم ده بالظبط الذي يحدث وخاصة من المحمدين المحمدين مشهولين بحاجات مهمة جدا جدا أنهم يقتلوا بعض وأنهم يخربوا بلاد بعض وأنهم يتفرقون وإلى آخر ده الشغلان الكبيرة اللي بعملوها وده كله طبعا شو شو عارفين شو شو هو اللي بلعب بهم بهذا النظام طيب احنا نزلنا في حكاية يعني تخزوا ديناهم لهوا ولعبا يعني نعمل معهم إيه يعني ربونا أمر إيه مع الناس اللي هما تخزوا ديناهم لهوا ولعبا واللي هما غيراتهم الحياة الدنيا وما فيها من لهوا ولعب ربونا بقول إيه رضان سيفوا يعني كبر بالتعبير المصر كبر دماغك يقول سبحانه وتعالى وذر ذر يعني اترك اعرض وذر الذين انتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ده الآية سبيل من سورة الأنعى وفي سورة الزخرف الآية 83 وسورة المعارج الآية 42 جاءت آية واحدة بنفس المحن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدوا خلهم يخوضوا ويلعبوا لغت لما يأتي يوم القيامة وطبعا يوم القيامة أولا اقتربت الساع وده بالنسبة للبشر جميعا لكن حتى اللي يموت دل وقت لو انا موت بعدي دقائتين هدخل في البرزق هأستيقظ عند البعث هقول الله ده 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 يعني هوم تقوموا الساع يعني البرزخ هو مش فيه زمن فمن يموت غير الجيد الأخير من البشر اللي موت من أول آدم لغاية آخر رجيل أو آخر ناس بتموت وحين يستيقظون فات عليه مليون سنة فات عليه عشر سنين فات عليه خمس سنين أهم شيء أنه حين يستيقظ يظنوا أنه كان حيا من كم يعني كانهم يوم ما رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا طيب بعد كده يقول سبحانه وتعالى وَإِنْ تُؤْمُنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ يعني إذا أمنتم واتقيتم الله جل وعلا سيؤتكم أجوركم خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيعطي المحسن أجره في الدنيا ويعطيه أجره في الآخرة فإن تؤمنوا وتتقوا يعني يؤتكم أجوركم فربنا بيعطي الأجر في الدنيا ربنا يقول سبحانه وتعالى بيقولك هل جزاء هو الإحساني؟ إلا الإحسان؟ فهو سبحانه وتعالى يعني إذا أنفقت ربنا سبحانه وتعالى يخلفوا عليك يخلفوا عليك إذا أنت مثلا تطلعت ألف جنيه مش لازم الألف جنيه دول يرجعهم لك ألف جنيه في جيبك لا في حاجة أهم في صحتك في أولادك في نجاحك في نجاتك من كذا في نجاتك من كذا يعني هناك رزق أكبر من مجرد رصيدك في البنك وأكبر من مجرد أن أنت عندك ياختة أو عندك شقة أو عندك كم بيت أو عندك كم أرض الحاجات دي في نهاة الأمر دي حاجات وهمية يعني أنت معاك إستاذ في البنك كذا هتاكلوا؟ لا معاك أرض هتقعد فيها على طول؟ لا لكن الرزق الحقيقي الذي تستمتع به وهو معظمه مجاني يعني أول شيء منه الهوى الاكسوجين تقدر تستيقن على الهوى كام بعد كده الماء بعد كده الطعام إلى آخره الصحة تخيل بقى أن واحد كان بعطلي يعني بيشكي شاب بيشكي وفقير ونتقوله أنت في نهاية ما ما تش عارفه أنت في صحة وأنت في شباب تخيل لو خيرت منك أنت تعطى بليون دولار وعندك سرطان سبحان الله فالنعم غير المنظورة هي ديت فربنا سبحانه على إذا آمنتم واتقيتم يؤتكم أجوركم في الدنيا ويؤتكم أجوركم في الآخرة وحتى الواحد اللي هو يعني بتاع الدنيا وبيطلع عمل خير ربنا بيعطيه أجر في الدنيا بس لكن في الآخرة ما له في الآخرة من نصيب طيب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يعني مش هيستردها منكم وبعدين إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطغانكم يعني لو سألكم أموالكم بالحاحن فمعنى هذا أنكم بخلاء خلي بالك الواحد الكريم أحيانا لا يسأله أحد لكن هو على طول يبادر بالعطاء إذا لقى حالة من غير مركز ممكن طبعا واحد يسأله ويديه الواحد البخيل بقى لازم تتحال عليه فهو أن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطغانكم يعني حتتدينه يدينه غصبا عنه هو الرجل بقيل ويقعد بقى يسخط عليه شوف خلي بالك حنتوقف مع قول سبحانه وتعالى هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل خلي بالك الانفاق في سبيل الله شيء غير الانفاق في الصدقات الصدقات بقى يعني إنه هو أنما الصدقات والفقراء والمساكين وأنا سأل لك ما زفقون كل ما فقط من قير في الولدين والأقربين مذكورة في القرآن الكريم ولها الناس المستحقين بتوعها لكن في انفاق في سبيل الله يعني بمعنى إذا كنت في دولة إسلامية هذا دولة إسلامية لها جيش وهذا جيش يعني مجهور حربي ويحتاج إلى أن تنفق أن تتبرى وخالي بالك ده مش في إلزاب لأنك أنت بتنفق ربنا هو سبحانه وتعالى وذا اللي نشمعه هنا فبرضو إذا مش كنت في دولة إسلامية إذا كنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بتعمل حاجة إلى آخره بتتطوع بنفسك بتطوع بالمال بتطوع بالنصيحة بتطوع بالنشر ده كله في سبيل الله أمشي إن أنت تنفق المال أو تنفقه الجهد أو يعني تعطي من مالك أو من نفسك ده اللي هو في سبيل الله سبحانه وتعالى جهادا قتالا دفاعيا ما تكون في دولة إسلامية أو جهادا في سبيل الله في الدعوة وفي الوقوف ضد الباطل طيب ربونا سبحانه وتعالى يقول ها أنتم هؤلاء تدعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل لهذا الكلام موجه للصحابة الذين كانوا حول النبي وأنتم دلوقتي بتدعونا لتنفقوا في سبيل الله شوف خلي بالك فمنكم من يبخل منكم مش كلك كان في ناس محترمة جدا وتعرضنا لهم طبعا في سورة التوبة وربونا نعتبرهم يعني محسنين حتى الذين لا يملكون طيب ربونا سبحانه وتعالى يقول على البخلاء الذين يبخلون أمور الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني والحميد الآية 24 من سورة الحديد وسورة النساء الذين يبخلون أمور الناس بالبخل ويكتبون ما أتهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينة 37 النساء وسورة أموران الآية 180 ولا يحسبانا الذين يبخلون بما أتهم الله من فضله شوف أتهم الله من فضله أنت المؤلل معك يا أستاذنا دي ربونا لديها لك يعني أنت لما نزلت من بطن ماما كنت عريان ما حلتك شي حاجة بعد كده لما تتيك الأموال ديت من عند ربنا فحين تبخل أنت بتبخل بما ربنا ولا يحسبانا الذين يبخلون بما أتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيام يعني الملدى ستحول إلى تعبين تطوقك وأنت في النهر طيب شوف خلي بالك ربنا أقول ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه دي عقوبة البخر في الدنيا شوف لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر موضوع تشرعات القتال الدفاعي وقاتلوا في سبيل الله الذي لا يقادلونكم ولا تعتدوا ختماء بقوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لا مية 35 الناس سهموا أنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة عم شن تحر لا أنفقوا في سبيل الله معناها أن إنتم لازم أن تنفقوا في الإعداد الحربي اللي من أول وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا لكم أنت حين تفعل هذا فأنت تنجي نفسك ده معناه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك بدون ذلك أنتم ستهلكون وبعين بعد كده قالوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين الجماعة المنافقين بقى كانوا غير كده المنافقين الصحابة ربنا صبحانه وتعالى يقول المنافقين ومنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكرية وانهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني يبخلون ده الآية 67 من سورة الدول وبعدين في سورة المنافقون ربنا سبحانه وتعالى ذكر بقى أنهم بقولوا إيه إن هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني الرسول طبعا حولي ناس كانوا فقراء ويتبرعوا له في المنافقين بقول بعضهم مشتدوا حاجة لغات لما سبوه يمشوا وربنا بيقول ويا الله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وبعدين الآية التسعة ربنا سبحانه وتعالى يوجه كلامه للمؤمنين في عهد النبي وفي عصر وفي كل عصر بعده إلى آخر الزمان يقول مما رزقناكم مما رزقناكم بفضل ربنا من قبل الاتيئة أحدكم من وقته فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين شوف يا أستاذنا ساعة الاحتضار ها وانت شاه بقى الملايكة هاتولي يا ربي طب أرجعون لعلي أعمال صالحا فيما تركت أو يا ربي طب أخرني بس شوية أتبرع بكذا وأتبرع بكذا لا يأسسك انت خلاص كتاب أعمالك انتهى وتواجه مصيرك ومش هترجع وأنفقكم رزقناكم قبل أن تأحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى الأجل القريب فأصدق وأكون من الصالحين الرد ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ديال آية 11 في المنفق قول ربنا سبحانه وتعالى والله الغني وأنتم الفقراء يعني ربنا سبحانه وتعالى والغني لأنه ومن جاهد فإنما يجاهدون نفسه إن الله لا غنيون على العالمين ديالآية 6 من سورة العنكبوت وربنا سبحانه وتعالى قال وإن تتولوا يعني إذا لم تنفقوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم لآخر آية 8 من سورة محمد وداء تهديد وجاء نفس التهديد أيضا في سورة التوبة عن الذين يتقاعسون عن القتال يتثاقرون عن القتال فربنا ألهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وأستبدل قوم من غيركم فإحكاية النربونا أستبدل قوم من غيركم ديه شيء سهلي جدا يهلككم يجا حد تاني بعليكم شكرا أحباتي وعليكم السلام شكرا أحباتي